فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا احبك ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له في بعض الناس يدخل عليهم رمضان يصوموا بدون نية كل يوم بالليل انوي انك هتصوم او ممكن في بداية الشهر تنوي نواية صيام شهر رمضان كاملا وطبعا النية محلها القلب طيب انا دلوقتي حاولك كده على 8-7 نصائح حاول انك تعمل ميهم النصيحة الاولى متعلقة بالامهات والبنات وانت بتجهز الاكل الفطار يعني لأهلك ضع النية ان انت بتفطار اهلك الصائمين علشان تغذي ثوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره لو وضعت النية ان انت بتفطار اهلك او اريبك صيامهم في مزان حسناتك فما تنسيش انك تضع النية وانت يوقف في المطبخ اذكري الله لسانك لا يفطر عن ذكر الله ابدا استغفري وصلى الله عن النبي وسلم سباحي طول ما انت يوقف في المطبخ وبالنسبة للمرأة او البنت الحائض في وقت الحيض ممكن ان تقرأ القرآن من التليفون وممكن تقرأ القرآن بدون حجاب طول ما انت في بيتك طيب النصيحة التانية لو انت مش متعود انك تقرأ القرآن قبل رمضان او تقيم الليل قبل رمضان اول اربع خمس ايام من رمضان حاول تقرأ كده نصف جزء من القرآن تصلي اربع رقعات مع الامام وتمشي كفاية كده واحدة واحدة لان الانسان لما بيدخل في الطاعة بقوة ايام ويتفلت منها فتعامل مع نفسك بحكمة علشان تقدر تكمل لغاية نهاية رمضان وبعد رمضان فوحدة واحدة على نفسك النصيحة التالتة خاصة بالناس اللي همتهم علي ان شاء الله لما تروحت صلي الترويح مع الامام ابدأ مع الامام وانهي مع الامام قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني لو بدأت مع الامام وانهيت معاه لك ثواب قيام ليلة كاملة طيب النصيحة الرابعة بلاش تتحدث عن اعمالك كتير بلاش تقول بقى انا بفطر صائمين انا ببكي لمقرأ القرآن انا بصلي الترويح كلها داري على اعمالك زي ما انت بتداري على ذنوبك داري على اعمال الخير عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منك النصيحة الخمسة اهلك وقريبك في رئابتك خد بأيديهم فرصة الناس بتقبل على الطعف رمضان فخد بأيديهم كل عمل هم هيعملوه في مثل حسناتك فاوعى تطلق اهلك واصحابك خد بأيديهم النصيحة الستة اطلب من ربنا سبحانه وتعالى الاعانة وانت بتصلي كده وساجد قول لي ورب اعيني على التراويح اعيني على الصيام اعيني على تلاوة القرآن اعيني على الدعاء اعيني على فعل الخير احنا ضعفاء جدا ومش هتعرف تعمل اي طاعة غير من لما ربنا سبحانه وتعالى يعينك فما تنساش النقطة دي لانها مهمة جدا وانت ساجد اطلب من ربنا ان يقويك ويعينك على فعل الطاعة النصيحة اللي بعدها من اول ليلة في رمضان اطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يبلغ ليلة الادر وابعت بقى عن شبكة التواصل الاجتماعي ولعب الكورة والقعادة على الاهاوي والتلفزيون الحاجات دي بتضيع الوقت وهتضيع عمرك وهتضيع علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى رمضان هيمر بسرعة ما تضيعش وقتك وخلي بالك من قطع الرحم لو في قطع رحم بينك وبين قريبك لازم تصلحهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يبلغك ليلة الادر طيب انا حاولك بقى دلوقتي على حديثين برضو مهمين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ركز فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ايمانا واحتسابا ايمانا يعني تبقى عارف ان ربنا فرض عليك رمضان وان صلاة التراويح او صلاة القيام سنة مؤكدة هي دي معنى ايمانا اما احتسابا يعني ايه يعني انت بتحتسب الاجر يا رب انا بصوم عشان يا رب تغفر لي كل ذنوبي فصوم صح خلي عينك تصوم عن الحرام خلي لسانك يصوم عن الكتب والغيبة والشتيمة صوم صح عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك واوعى واياك تفرط في يوم في صلاة التراويح صل التراويح التلاتين يوم عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك الحديث الثاني مهم جدا وركز فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له يعني خاب وخسر اللي حيدخل عليه رمضان ولم يغفر له فشد حيلك واكتهد لو مش هتغفرلك في رمضان هتغفرلك امتى رمضان حيمر كسرعة البرق ربنا قال عليه ايام معدودات انت عارف الاموات يتمنوا ايه؟ يتمنوا ان ربنا سبحانه وتعالى يحييهم ساعة في رمضان يعبدوا ربنا فيها وانت ربنا اعطاك النعمة وبلغك رمضان في غيرك مات وفرق الحياة فيك تكسل عن عبادة ربك رمضان كل يوم فيه عطق من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لله عند كل فطر اعتقاء كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعطك رقاب ناس من النار انت عارف يعني تعتق من النار؟ يعني لن تدخل النار ابدا ولو اعتقت من النار انت هتعيش حياتك كلها خيرك غالب شرك ولو وقعت في اذنوب ومعاصي ربنا سبحانه وتعالى حيوفقك للتوبة والاستغفار لانك اعتقت من النار فاكتر دعوة تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى في رمضان وتركز فيها يا رب اعتق رقابتي من النار يا رب نجيني من النار في صلاتك في كل سجدة تقوم وتنام والدعوة دي ترددها دايما يا رب اعتق رقابتي من النار يا رب نجيني من النار لانك لو اعتقت انت فست في الدنيا وفي الاخرة وبالنسبة للدعاء اكتر شيء ممكن يحرمك استجابة الدعاء الاكل الحرام الفلوس الحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن وقاص اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة اللي فلوسه حلال دعاء مستجاب ويخال بالك من حقوق الوالدين يعوق امه وابوه يجتمهم ويهنهم وفي الاخر يطلب من ربنا يا ربنا عايز كذا وكذا وكذا هيستجبلك ازاي وانت بتعوق ابوك وامك ابعد عن حقوق الوالدين لهم الكبائر ابعد عن الفلوس الحرام دعاءك يستجاب فشد دحية لك واكتهد رمضان حيمر كسرعة البرق قلتلك فإياك تضيع ديئة في رمضان وإياك تتأثر ببعد الناس عن ربنا لان عباد الله المؤمنين والمتقين قلائل فكن منهم وفكر في اخرتك وفكر فانك ربنا اصلح حالك في رمضان وبعد رمضان خليك مع ربنا لو خسرت علاقتك بيه فانت خسرت كل شيء ولو اصلحت حالك مع ربنا سبحانه وتعالى انت فست بكل شيء وربنا اصلح ليك كل حياتك ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشترك في القناة اشترك في القناة